بعد انسداد أفق المسار السياسي لفترة طويلة وتباعد فرصة البحث عن تقارب لعودة المشاورات يظهر المبعوث الأممي ولد الشيخ مجددا باحثا عن شكل تفاوضي جديد يسعى من خلاله إلى إيجاد هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان عودة الحديث عن هدنة والشروع في أولى خطوات استئناف محادثات السلام كانت أهم مؤشرات تحركات ولد الشيخ الأخيرة في طريق البحث عن توافق ولو بشكل مبدئي نحو إعادة الأطراف للجلوس على الطاولة مرة أخرى مصدر رئاسي أعلن موافقة الرئاسة مبدئيا عن الهدنة الإنسانية شريطة أن يلتزم بها تحالف الإنقلاب الطرف الذي لم يصدر منه إلى الآن أي موقف إزاء التحركات الجديدة من أجل الهدنة وفيما يمضي المشهد إلى كثير من التوجس وقليل من الأمل يقول مراقبون إن تجارب الهدنة السابقة كشفت عن هشاشتها وإن أي هدنة جديدة لن تصمد طويلا ما لم يكن هناك ضمانات الهدنة التي لا يزال أفقها غير واضح ترمي إلى التخفيث من المعاناة التي يكابدها اليمنيون ورفع الحصار عن المدن وإيصال المساعدات والإغاثات الطبية إلى المحتاجين وفيما يعود الحديث عن وقف إطلاق النار وعن مستقبل الهدنة يبقى السؤال إلى أي مدى ستدوم هذه المرة وهل ستختلف عن سابقاتها؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة